يعني الناس عم تحتفل بتكلم عن الأراضي المقدسة وطبعا في كل العالم في سواء في الفصح اليهود أو في القيامة عيد الكبير من سميه سواء على التوقيت الغربي أو التوقيت الشرقي ودايما لما بكون في القدس في أورشاليم بتشوف يعني عشرات الألاف اللي بتهرع وبتروح تزور طبعا القبر المقدس القبر الفارغ لأنه أصلا ما فيش جسد ولكن هذه القيامة بتذكرنا دايما برسالة رسالة قوية إنه إلهنا حي إلهك حي يعني موجود حي وهذا الرجاء اللي بيعطينا أنه نيجي ليسوع ونطلب من يسوع بيقين بثقة نتقدم إلى عرش النعمة تفضل الأسيس شاركنا أحب أقول شي عن الرجاء اللي تفضلت عنه أسيس نيزار شوف هالكلمات الرائعة يعني ما بتقدر تتميلك نفسك من الفرح وإن كنتم لا ترونه لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد شو معنية فرح لا ينطق به يعني فرح مش من هيدا العالم لا يعبر عنهم يا وفرحي لا ينزعه أحد منكم فالرجاء شوف شو بيعطيه أهل ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات أولا نمبر وان لميراث لا يفنى لا يتدنس لا يضمح المحفوظ في السموات يا سلام أنت بتصير ابن للرب أنت خروف في قطيع الرب خرافهم في يدي ولا أحد يخطف من يدي أنا والآب واحد لك المجد يا رب ميراث لا يفنى لا يتدنس لا يضمح المحفوظ هيدا الرجاء في السمويات أنتم الذين بقوة الله محروسون لك العالم كله ما بيقدر يحرسك إلا شخص واحد وحيد أوحد الذي هو رب السماء والأرض الشعرة من رؤوسكم لا تسقط أنا كلما ماشي تشعر يا أسيس تنزل شعرة بقول لي يا رب هيدا أي رأم الله يخلي لك قلبك وشعراتك يا أسيس أستقى الأرجل أطقيائه يا سلام يعني أنت من هامة الرأس إلى أخمص القدم محروس بقوة إلهية أقوى من القوة الذرية والهيدروجينية والكوبات والبيولوجية المسيح قام حقا قام اشتركوا في القناة